اشتركوا في القناة اما الفيديو التالت ففيه شرح الاساسيات برنامج الورد المطلوبة لتنسيق البحث بطريقة علمية صحيحة وكتابة المراجع وترتبها اما الفيديو الرابع ازاي تراجع بحثك قبل التسليم وتضمن ان محدش يقولك ان بحثك ده مخشوش او مختبس تابعونا في سلسلة الفيديوهات وفي انتظار تعليقاتكم واسئلتكم السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في الفيديو الرابع من سلسلة بحث الجامعة خلاص جمعنا مصادرنا ورتبنا بحثنا وتقريبا شبه جهاز للتسليم في الفيديو ده خمس خطوات مهمة جدا قبل تسليم البحث خاصة بمراجعة اخيرة للبحث والشيء المهم جدا واللي بيشغل تفكير كتير منكم وهو تقليل نسبة الاقتباس هنشوف ازاي ان احنا نحل المشكلة دي بتنسوش ترجعوا الفيديوهات التلاتة اللي فاتوا هتلاقوها في نفس قائمة التشغيل وزي ما انتم متعودين جميع الرابط المواقع اللي نشرحها في الفيديو ده هتلاقوها تحت في وصف الفيديو دلوقتي نروح على جهاز الكمبيوتر اهلا بكم يا شباب ودلوقتي مع الخطوة الاولى من خمس خطوات مهمة قبل تسليم البحث الخطوة دي هي مراجعة لسبيلنج والجرامر طبعا دي بتتمي بسهولة من خلال برنامج الورد نفسه من قائمة ونضغط على وليها اختصار طبعا في الكيبورد اللي هو اف سيفن هنلاحز يفتح معايا قائمة على يمين وطبعا نلاحز ان مكتوب دلوقتي ازا هو شغال على هو طبعا بيبدل بين في اعتبر الخطوطين هناخدهم مع بعض في خطو واحدة اه زي كلمة واضح هنا اللي هي مكتوبة بشكل خطأ هو هنا عامل لي الكتاب الصح طبعا مكتوب برضو خطأ وهكزا همر كلمة كلمة على الكلمات اللي هو عليها خط احمر وهو هنا عتيجي اختيارات يا ترى انت كنت تقصة ولا كيس وهكزا لاحزنا هنا نقل على احيانا بيكون الخطأ يعني مش معتبر زي هنا هو بتكلم هنا على او اللي في نهاية الجملة وبيقترح عليه اختراح لو الكلام ده مناسب معايا اوكي لو مش مناسب زي هنا مسلا برضو بتكلم على اللي في النهاية اه لا وانا مش عاجبني الفكرة خلاص عمل لها اه تجاهل طيب فيه نقطة مهمة يا جماعة بخصوص برضو احيانا نكون اللي انا كاتبه صح لكن هو مش موجود عنده يعني مسلا هنا هنا الدي ال والال الكابتل ممكن تكون هي كده صح فممكن اعمل لها تجاهل وممكن اعمل لها طبعا اجنور عشان يتجاهل في كل الايه المستند وميتعبنيش تاني ده كان الجزء الاول او النقطة الاولة البسيطة جدا الخاصة بيه يعني تسليم قبل تسليم البحث وهي مراجعة طبعا شيء مش كويس ان انا نقدم البحث ويكون فيه اخطاء يعني املاقية كتير طبعا نفس الكلام يعني لو البحث باللغة العربية اكيد يكون نفس الوضع في يعني التصحيح التلقائي من برنامج الورد اه واحنا بنشرح كده برضو يعني عرجنا على الجرامر بنفس الطريقة دي الطريقة الاولى بالنسبة للجرامر فيه طريقة تانية يعني لتصحيح الجرامر وهي بعض المواقع الانترنت اه هنا موقع جرامر لي من اشهرهم لكن يعني عايز اقول لكم الامانة طبعا هو يعني الموقع بيديك يعني يعني خدمات شوية ومحدودة لان طبعا هو المفروض انه مدفوع لكن بيديك يعني بنسبة ما بعض التصحيحات لكن طبعا عليك في الاول انك يعني تعمل حساب جديد وتسجل على الموقع ويتضيفه للمتصفح بتاعك ويبدأ ان هو يعمل لك تصحيح لبعض اخطاء الجرامر دول كان النقطتين الاولى والتانية الخاصين بمراجعة ومراجعة الجرامر النقطة التالتة سريعا يا شباب وهي مراجعة التنسيق اه طبعا مهم انها راجعة التنسيق اجيبي البحث من البداية تأكد الفيرس مظبوط ارقام الصفحات مع الروابط وفي الفيديو اللي فات زي ما قلنا طريقة عامل الرابط انه هو يكون لينك زي كده انه اضغط عليه واديني على الايه على الصفحة قلناها اه العنوين طبعا تكون في بداية صفحات يعني العنوان ده كده نازل شوية فاطلعه مسلا اه ما ينفعش ان انا ابدأ اه عنوان في نهاية صفحة يعني لو حسيت العنوان جاي في نهاية الصفحة على ان انا اعدله يعني مسلا لو ادينا مسال وليكن ده كده جيت انت لقيت العنوان بتاعي زي اخر اخر سطر من الصفحة طبعا شيء مش مناسب جدا فعلى ان انا دوس بس في بدايته يديني فاصل صفحات ونزله في بداية الصفحة ده في ما يخص الايه التنسيق اتأكد اه كاتب ارقام الصفحات مظبوطة العنوان كلها في بداية اه صفحات وكلها اخد نفس التنسيق سواء نفس حجم الخط او نفس اه اللون لو انا حاطت لون وقدر ارجع للكلام ده والعمليات التنسيق زي ما اتفقنا فيه الفيديو رقم تلاتة النقطة الرابعة جماعة وهي نقطة تقليل الاقتباس آآ طبعا عارفين فيه فروق بين الكليات فيه كليات تقول عشرين في المية بس اقتباس فيه كليات اكتر فيه كليات اقل لكن الفكرة عموما ازاي ان انا قلل الاقتباس قدر الامكان في البحث بتاعي طبعا معروف بالنسبة للدكتور انك يعني جايب البحث موازمه من الانترنت ما فيش اي مشكلة لكن هو عايز انك يكون لك يعني تدخل في انك تحط رأيك او انك تعدل بعض الايه الجمل آآ بالنسبة لموضوع الاقتباس يعني عشان تكونوا متطمنين هو اللي بيقوم يعني مراجعة فكرة آآ او الاقتباس هو الكمبيوتر او على الكمبيوتر مش الدكتور نفسه اكيد فبيتم بشكلة الخائي فباختصار الكمبيوتر نقدر ان احنا مش نقول نخدعه لكن نقدر ان احنا يعني ايه نعدل بعض التعديلات البسيطة لان طبعا الكمبيوتر بيشوفها يعني بشكل ايه يعني بشكل آلي كده او بشكل تلقائي ازا شاف مجموعة من الكلمات او الجمل يعني المرصوصة رص كده يعني جنب بعضها هيقول لك لا ده منسوخ بنسبة كبيرة من المواقع طيب ازاي نتغلب على النقطة دي وهي بفكرة او عادة الصياغة ودي النقطة رقم اربعة ودقم خمسة في فيديو النهاردة عادة الصياغة وتخليل الاختباس وطبعا الاتنين مرتبطين ببعض جدا طيب هنعمل الكلام ده ازاي اولا ممكن من برنامج الورد نفسه والطريقة التانية والافضل اللي هنستخدمها وهي من خلال بعض المواقع نخلينا مع الطريقة الاولى ودي محتاجة يعني برضو للامانة واحد تكون لغته يعني كويسة نوعا ما وهي ان انا هاجي على بعض يعني المفردات ما اهم شي كده لغاية مسلا يلاقي حاس ان انا ممكن ابدلها بكلمة تانية ممكن من دماغ انا اكتب كلمة بتسويها يعني نتائج او من قائمة و هتلاقيه جايب لي اختيارات زي كده اقول له مسلا كليكي مين عليها بدلها لي او هنا كتب اه وغيرها من ايه من الكلمات تمام ممكن مسلا هنا كلمة زي واضغة تاني على قال لي والله مش عارف اه حاسن كلمة ممكن تي مشي بعاية شوية اوكي مش خلاص اه هنا مسلا كلمة اه جايب لي جايب لي اه وهكزا اه وابدأ ابدل قدر الامكان في الكلمات اه اللي انا شايف ان هي تقدر تقدي نفس المعنى بحيس ان انا ازا النص بتاعي ده اتاخد على البرنامج بيكشف الاقتباس ما تكونش نسبة الاقتباس عليها دي الطريقة الاولى اللي انا بصراحة ما بفضلهاش قوي نخلينا مع الطريقة اللي احنا هنشتغل عليها وهي بعض الايه بعض المواقع اللي هتعمل لي اعادة الصياغة طبعا الموقع المشهور وهو اه كويل بوت نجيب كده نص من هنا وليكن ناخد الجزء ده كده وننسخه طبعا زي ما اتفقنا رابط الموقع موجود في وصف الفيديو وندي هنا كنترول في طبعا اه يعني زي ما انتم شايفين هنا الرسالة واعطي لك بس المفروض ربعمية كلمة بربعمية كلمة لكن ازا انت بس مجرد انك تعمل او تسجيل على الموقع هيعطيك سبعمية كلمة فمعلش هتتعب شوية والبحث بتاعك طبعا هتجزعه على اجزاء مش هتقدر انك ايه انك اه يعني تعمله كل مرة واحدة الاجزاء طبعا بس اللي انت مختبسها لكن لو حاجة انت كاتبها من دماغك مفيش مشكلة تمام اه نهزف الحروف الزيادة دي كده او الكلمة الزيادة ونشوف ازاي الموقع بيشتغل دوس ونشوف ايه اللي يحصل هتلاقي هو هنا غير لي الكلمات يعني مسلا اه هو قال لك هنا بتدي نفس المعنى تماما هنا مسلا اه بدلها اه بدل ايه تاني اه با هنا قال ادت نفس المعنى واقدر بسهولة ان انا بدل اخد النص ده كده كوي وابدله بالنص اللي انا استخدمته في البحس بتاعي وكده كنا انا عملت يعني اعادة صياغة للنص بتاعي بكل سهولة من خلال اه موقع وبالتالي لو حطيته على برنامج او موقع يعني بايس نسبة الاقتباس هلاقي طبعا النص بتاعي الجديد اقل شوية من النص التاني طيب نخلينا في النقطة رقم خمسة وهي مرتبطة بيها جدا وهي موضوع نسبة الاقتباس زي ما اتفقنا يا شباب في مجموعة مواقع ممكن تعملك تشيك على نسبة او الاقتباس في البحس بتاعك موظمها مواقع مجانية اه لكن احنا هنطبق عليها حتى لو هي مش دقيقة مية في مية اقول لكم عشان نطبق عليها فكرة او اعادة الصياغة من جديد ده النص الاصلي اه وهنعمل في اختيار تاني ان نرفع الملف بالكامل لكن هو مش يكون يعني يفيدك كتير لان في النهاية انت محدد هنا بألف كلمة بس دي يعني اللي تقدر تعمل عليها تشيك فبالتالي حتى لو رفعت الملف كله مش يجيب الملف كله فالافضل لك يعني معنى للاخبطة انك كتيب جزء جزء مسلا تجيب المقدمة الاول تجيب بعد كده يعني جزء من البحس بتاعك وتنسخه هنا او تحطه في المكان ده وتعمل تشيك تشوف كده النسبة اللي هيجيبها في اكتر من موقع احنا هنسيب لكم الرابط في ده موقع تاني برضو هنسيب لكم الرابط في يعني وصف الفيديو طيب ده جاب لي كامل نتيجة ده اللي هو يعني شغلك انت دي يعني مختبس بنسبة سبعة وستين في المية تمام احيانا حتى شايفين هنا جماعة لو ضغطت جاب لي على الموقع اللي انا اقتبست منه او خدت منه البحس بتاعي وده فعلا كلام صحيح طيب طيب ده كان النص اللي هو الاصل اللي انا يعني يعني نسخته من النت من شوية اشتغلنا على وإعادة الصياغة تعالى نجرب النص اللي احنا عملنا له عادة صياغة هو ادى نفس المعنى ده لكن بكلمات ومفردات تانية نسخناها ونروح على نفس الموقع وندوس كنترول في ونشوف يا ترى يعني هيعمل ايه النسبة اه ننزل على النسبة هنشوف النسبة اللي هيجيبها المرة دي هتكون كام اه المرة دي قال لي وان هندرد بيرسنت يونيك انت كده دلوقتي مية في المية النص يعني بتاعك لان احنا دخلنا على وعدلنا يعني كتير من الكلمات وقعدنا صياغة كلمات فبالتالي هو اعتبر ان الكلام ده من يعني من اسلوبك انت لانه مش يعرف يلاقيه بنفس الصياغة وبنفس الطريقة في يعني اي موقع من المواقع الموجودة على الانترنت اه بكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا يعني الحتة الاخيرة وحبينا نعيدها يعني بشكل سريع لان دي اهم جزء في الفيديو اه كل ما عليك انك هتنسخ الجزء اللي انت محتاجه وليكن الجزء ده ويتروح على موقع وكنترول في وتقول له هتلاقيه هو يعيد لصياغة الكلمات هنا تمام وانسخ الكلمات دي هي نفسها وهي دي اللي عمل عليها تشيك على نسبة الاقتباس في المواقع اللي انسبها لكم في الرابط هنلاقي النسبة تحسنك كتير عن النص الاصلي نتمنى نكون يعني قدرنا ان احنا نفيدكم في الفيديو ده ما تنسوش تتعاموا القناة بلايك وتتابعوا معنا كل جديد وربنا يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله كلكم تقدموا البحث وتاخدوا وتحصلوا على اعلى التقديرات نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته